حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو مقصر أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعليم إلى تلاوته أو كسل أو زيخ لسان أو وقوف لغير وقف أو إدغام لغير مدغن أو إدهار لغير غيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جز أو إعراب لغير مكان فاقتؤمننا على التماء والثمان والمهذر من كل الإلحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيرنا لا تآخذنا يا مولانا وارسقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع أعداء والقلب والإسان وهذلنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والذلالة والطريان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلام وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال الكريم والنكير ومن أكل الديبان وضيق وجوهنا يوم البعص وأعتق لقابنا من النيران ويمل كتابنا ويسر حسابنا وثق ميزالنا بالحسنات لثمت أقلامنا على الصغار وأسكننا في وسط الجنان ورسقنا جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومجواري شيخنا أحمد الخليب وأكرمنا وإقرائك يا ريال استجم دعاءنا بحق التوات والمجيد والزرور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزيدنا من فضلك الواسع لجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صحيح الشريع والبولهل ورحمتك يا رحمن الرحيم اللهم انفعنا ورفعنا القرآن العظيم وبارقنا للآيات والذكر الحكيم وتقبلنا إنك أنت السمي وعلي وتب علينا إنك أنت الضوار الرحيم الله زدنا بزيرة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألسنا بقمعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخنا الجنة مع القرآن وارحم جميها أمة سيدنا محمد لحق القرآن اللهم اتهى للقرآن والله في الدنيا القريمة وفي القدل المونسة وفي القيامة الشفيعة وعلى الصورة النورة وفي الجنة رفيقة وبيننا وبين النار سكر وحجابة وإلى الخيرات كلها بليلا وإناما لفضلك واجون لك وكبرك يا أكرم الأكرمين له أهدنا بهناية القرآن وعافنا بهناية القرآن ومجّنا إلى الإيران لكرامة القرآن وأدخنا الجنة بالشفاعة القرآن وارفع درجاتنا لفضل القرآن وكفر عمنا وصد آيتنا لفضل القرآن جاءة الفضل والإحسان الله مرزقنا بكل حافل من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل دسء جزاءة وبكل إزم حسنة وبكل نصف معنة وبكل ربع رفع وبكل ثم ثماءة الله مرزقنا بالألف ألفة وبالذاء بركة وبالذاء توضة وبالذاء ثوابة وبالجين جمالة وبالحالة إحكمة للخوية كلنا وبالذاء لدنوة وبالذاء لذكاءة وبالراء رحمة وبالزاء الزلطة وبالسagę السناءة وبالشроб الشفاءة وبالصال سبقة وبالدواء الدياءة وبالطاء طهارة وبالدواء ظفرة وبالعين علمة وبالغين بناءة وبالنفاء فلاحة وبالقاءة قربة وبالركاءة الكفاية وبالله منطفة وبالنمين موعدة وَلِلْنُومِ نُورَةً وَلِلَّا نُصْرَةً وَبِلْهَاءِ هِلَايَةً وَبِلْهَا الْأَلِفِ لِقَاءً وَبِلْهَاءِ لِسْرَةً أَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهُ طَوْهِدٍ أَزْمَعِينَ اللَّهُمَ بَلِّكْ سَوَارُ مَا قَرَأَنَاهُ وَنَيُّرُ مَا قَرَوْنَاهُ إِلَى رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُسَلَّبُ لَهُ عَلْهُ مُسَلَّبُ وإِلَى رُوحِ الشَّيْقِنَا أَحْمَدٍ مُقَدْيٌ رَضِي بِاللَّهُ عَنْهُ وإِلَى أَرْوحِ أَصْحَائِهِ رَضِيًا بَلَهُ عَنْهُ أَزْمَعِينَ إِلَى أَرْوحِ جَنْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْمَيَاءِ وَالْمُسْلِينَ إِلَى أَنْبَاتِ أَزْمَعِي لَعَامَةٍ وإِلَى دَيْنِهَ أَصْحَبِ الْقَيْرَيْكُمْ إِلْمُؤِينَ اللهم نصر من نصر الدين وعظل من القثل المسلمين اللهم نرحم ديمها أبع شيخنا أحمد القديم اللهم نرسقنا رزقا واسعا برحبه يا رحمة الرحمن اللهم عمنا الصلاة والأمن والأمان لبلادنا السنغال وبلاد المسلمين الجمعة عامل يا رب العالمين برحمة يا رحمة الرحمن اللهم صحي لنا أمرنا اللهم لا تخيب رجاءنا اللهم تقبل منا ما ندمع اليوم من أجلها برحمتك يا رحمة الرحمن سبحان ربك رب العزة عما يسفو والسلام عليكم السلام والحمد لله حيث العالمين